يعني من بداية سفر التكوين ما كانش مفاجئة أن المسيح يجي عشان يموت يعني سفر يعني إيه الإنجيل اللي احنا بننادي به الإنجيل ببساطة شديدة زي ما يرز الرسول بوليس في كرونسول وراء 15 أن الرب يسوع المسيح مات حسب الكتب حسب ما هو متنبع عنه في كل كتابات العهد الأديم وأنه دفن لكي يبرهن أن موته كان حقيقيا وأنه قام كما هو متنبع عنه في كتابات العهد الأديم فمن تكوين واحد أو من تكوين اتنين لغاية آخر سفر الرؤية الكلام أن المسيح المخلص في الطريق العهد الأديم بيقول لنا المخلص جاي عشان يموت وفي العهد الجديد بيقول لنا المخلص جاه ومات فالموت مش مفاجئة أو المسيح فوجه بيه معرفش يخلص نفسه لا ده هو جاء خصيصا أن أفعل مشيئتك يا إلهي سوران الكأس التي أعطانيها الأب ألا أشربها يعني هو جاي لكده هو جاي لكده جاي يتمم إرسالية وتممها بالموت أنت عارف أنه أغلب وانت طبيب كمان أغلب الناس يعني أصعب شيء وأكتر شيء يعني بالنسبة لهم المخيف والمجهول واللي بيرتعب من الناس هو الموت يعني والموت هو على الجميع كما وضع للناس أن يموتوا فإذا الموت يعني هو على الجميع بدون أي استثناء ولكن هذا الموت اللي كان بيرعب الناس المسيح استذوقه ولمسه وأخده ومات وبس هزم الموت من ناحية تانية طبعا طبعا هزم الموت يعني انتصر على الموت واللي الجميل في الموضوع أن المسيح بلهوته أقام نسوته الذي مات يعني دي روعة يعني الأب أقام الأب والروح القدس أقام الأب كمان تبرهنة أنه ابن الله بقوة من جهة روح القدس مش بإقامة الآخرين من الأموات لكن بإقامة نفسه من الأموات يعني له سلطان أن يضحى ما حدش ليه سلطان أنه يموت نفسه الانطحر ده عمل جريم مش من حقه أنه يضعى نفسه أو يموته المسيح بكل لأ تمم كل شيء كل شيء ومزال يمتلك كل مقاومات الحياة مش هما اللي موتوه وصرخ بصوت عظيم أنت لسه فيك أنت لسه فيك هو تصرخ بعد كل أيها لسه فيه كل مقاومات الحياة لو سبوه على الصليب 30 سنة ما كانش هيموت لكن هو خلص خلص مهمته فوضع نفسه وكأنه صرف الروح كأنها قال لها روحي وبعدين وهو ميت المسيح بلهوته يقيم نفسه مين يقدر يعمل كده المسيح بلهوته يقيم نسوته الذي في القبل فيتبرها أنه ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بإقامة نفسه من الموت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر